اشتركوا في القناة ورأيت زهدهم في الحياة انهم يتسابقون الى طاعة الله متكاتفون كأنهم رجل واحد لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وقد نصرهم الله واظهرهم على من حاربهم ولذا ارى ان نبادر الى الدخول في دين محمد قبل ان تسبقنا اليه بقية العرب فما رأيكم؟ ايو كلام اذن؟ نعم الرأي نعم الرأي ارى ان عطية محمد قد اثرت فيك وانك تطمح لمئة اخرى من الامل عدي لا تتطاول على قاضي تميم وحكيمها الاقرع لم يقل الا نصف الحقيقة لماذا لم يتحدث عن الصدقات لماذا لم يقل ان علينا دفع الاموال الى محمد وهل دفع الاموال الا اعتراف بالذلة؟ لا تتداوز حدودك يا رجل لم تعرف تميم المثلة ولا الخضوع ابدا وعندما يتكلم الحكماء تصمد اذا كان علي ان اصمد فالافضل وان اغادر هذا المكان فالتو غادر ما هذا الموقف الى ارى اذا كان لك شيء ان انا على الهدى اسمعوني يا اشراف تميم لا خير في قوم تشتتت اراؤهم ولا في اشراف عميت ابصارهم الا ترون ما يحصل في ارض العرب الم تسمعوا بالوفود التي تتزاحم الى يثرب هل يعقل ان كل هؤلاء العرب على قطأ ونحن على صواب المشكلة في الصدقات وما قاله عدي يشغل بال كل منا ومتى كان الحكماء يبنون قراراتهم على ما يسمعون ان اكثر ما نعرفه عن محمد سمعناه من الناس ماذا ترى ارى ان نذهب اليه وفدا ونسمعه ان اعجبنا كلامه وفقناه وان لم يعجبنا بقينا على ما نحن عليه هذا عين السواب لم يجانب القعقاع الحقيقة وان ما يقوله هو عين الحقيقة انت مساء يا اسماق انت مساء سيمكث اشرف تميمن عندنا اياما عدة اريد ان اكرمهم بما هم يستحقون وبما نحن اهل له متى كانت نارنا تخبو عن قرى الضيف واغاثة الملهوف كنت اعرف انني احسنت اختيار بنتي لا اكرمي موسيقى موسيقى فقد وصلنا هذه زيارة خزعة يبدو أن بني العنبر من تميم حلوا في شوار الزيارة موسيقى تباً وهل هانت النفوس إلى هذا الحد؟ نعطي أموالنا هكذا نقدمها لهم بذون مقابل ولماذا؟ أنا لا أفهم لماذا؟ ألن أسمح بمورور الصدقات أو دفعها وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ هَلَاكِي؟ مَلَّذِي تَفْعَلُه؟ نجبي صدقات خزاعة وتحميلها لمحمد تأخذ أموالكم ملكم بالباطل؟ نحن خزاعيوننا دين بدين الإسلام وهذا من ديننا والله لا يصل إلى بعر منها أبداً اخمدوا سيوفكم أيها القوم اخمدوا سيوفكم ترجمة نانسي قنقر لو تركتنا نستعدنا صدقاتنا منهم لن أتجاوز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأبلغه بما حدث هيا بنا والله لو لا قرابتكم لما وصلتم إلى بلادكم أبدا لتدخلون علينا وعليكم بلاءا لأنكم تتعرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون صدقات أموالنا لن يسكت محمد على ما فعلناه وبنوخزاعة سيخرجنا من محلنا عين الرحيل يجاهز كل مننا رحيلته ونساءنا وأولادنا نأخذهم معنا هيا تجهزت سرعة للرحيل يا مرأة أنت والأولاد حالا لماذا؟ الخزاعيون سيخرجنا من محلنا ورجال محمد سيلاحقون أثرنا ماذا فعل؟ ستعرفين لاحقا لن ترك دياري وأرحل إن كنت خائفا فرحل وحدا بل سترحلين معي هيا هيا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى أين يذهب ابن حصن مصر عنه؟ لقد كلفه رسول الله بتأديل بني الأنظر ماذا فعلوا؟ اعترضوا صدقات خزاع ومنعوا بصر بن سفيان من أحضاره من أنتم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليك السلام ورحمة الله وبركاته أين بن العنبار؟ خرجوا من محله والله لن يعود إليها أبدا وأين اتجاه؟ من هذا الاتجاه هيا أبدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل حقا أشرك محمد مسيلمة في الدعوة؟ لا أعلم مسيلمة يقول ذلك ومحمد أي يقول ذلك؟ لا 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 يقول ذلك أبدا ولكن بعض من رجال وفدنا قالوا إنهم سمعوا محمدا يقول ذلك لن تنجلي الحقيقة إلا بعودة الرجال بن عنفوة ألا يزال في يثرب؟ نعم يتعلم القرآن محمد ويحفظ آياته اشتركوا في القناة 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 الآن الخاطب جلل ولكن إحكام العقل واجب أي حلم وأي عقل؟ وهل أبقى محمد لنا حلما أو عقلا؟ الحلم خلق لتمين فلا تضيعوه منا بتصرف أرعا هل سأل أحد منكم هؤلاء الرجال عما فعلوه كي يقتص منهم محمد؟ عدي هل صدر عنكم مكروه بحق محمد؟ في الحقيقة اعترضنا طريق صدقات خزاعة ومنعنا وصولها إلى محمد لما فعلتم ذلك؟ أداء الصدقات يورث الذلة ونحن نرفض الذلة والفرار يورث العزة ليس كذلك؟ ملك أنت وما لصدقات خزاعة؟ انظروا يا سادة القوم من الذي حمله عدي ورجاله اعتدوا على رجال محمد وسلبوا الصدقات كاللصوص ثم فروا تاريكين ساءهم وأولادهم أسرى هذا ما فعله عدي ورجاله أسران أسراكم وتخليكم عننا ذلة ستؤخذ عليكم أبدا الدهر من جلب لنا الذلة والعار غيرك تفعل فعلاتك وتتنصل منها تبا لك من بين الرجال؟ مهما قلنا ومهما فعلنا يبقى الأسرة ميميين ولا ذنب لهم إلا أن هؤلاء رجالهم ماذا ترى؟ أرى أن نرسل وفدا إلى محمد نطلب منه إطلاق الأسرة وأرى أن ينطلق الوفد حالا قبل أن ينتشر الخبر بين القبائل وإن لم يقبل محمد لن نستبقى الأمور دعونا أن نجهز الوفد حالا هيا يا رجال ترجمة نانسي قنقر هل أحضرت الأسرة إلى داري رملة بنت الحارة؟ نعم، وجئت لأنقل عليهم الطعام والشراب جزاك الله خيرا يا أبا مويل أمل أن لا تنسيك يترب أمك وأسماء ومالك هل ترغبين شيئا من ياتنا؟ وهل تسأل النساء مثل هذا السؤال؟ يترب مشهورة بحلينا وزوجي يعرف بي سيكون لك ما تشتريني يا أسماء لقد اقتربنا من يترب أرى النبيت ليلتنا هنا قبل أن ندخل إلى يترب لماذا؟ إذا رفض محمد إعادة أسرانه ألا يجب أن نفكر فيما نفعل؟ ألا يجب أن نتبذل الرأي؟ وما رأيك؟ نصابح القوم أفضل من أنماسيهم لدي قريب يسكن هنا في أطراف يثرب نبيت الليلة عنده وغدا نتوجه إلى محمد نعم الرأي يا عطار هذه كسوة أرسلها رسول الله إليكم هي ثياب المنعقد من صنع اليمن لنا نحن؟ نعم ولماذا؟ لقد كسى قبل كنا سبايا حنين أرسل بسر ابن سفيان إلى مكة واشترى ثياباً لكل الأسرة أتردنا شيئاً آخر؟ لا شكراً هل لي بسؤال؟ من أي العربي أنتي؟ أنا مسلمة ألا يكفي؟ هل أمو؟ هل أمو؟ إذن استقريت في أثرب وتركت ديارك؟ نعم أسعى أن أكون قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن محمداً يجزل العفاء من يطلب الدنيا يسأل عن العطاء ومن يطلب الآخرة يسأل عن حدود الله وماذا يفعل محمدهم بالصدقات؟ هي للفقراء والمساكين وأبناء السبيل هل تشعر بالوحدة هنا وأنت بعيد عن أهلك؟ المؤمنون أخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى فهل يشكو العضو من الوحدة؟ ألا تشعرون بالذلة وأنتم تدفعون الصدقات إلى محمد صاغري؟ الصدقات لله وهي حق الفقراء علينا ندفعها من أموالنا ليبارك لنا بها والذلة لله عز لأن من تواضع لله رفعه وهل يدفعها ساداتكم وأشرافكم؟ لا سادة لنا ولا أشراف نحن جسد واحد عجب أنكم بعنا لله أرواحنا وأنتم تسألون عن صدقاتنا؟ سترون غدا صدق كلامي عندما تقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل سيحمل محمد لساء وأطفال بني العنبر ذنب مقترفه رجالهم؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا كلام الله وليس بعد كلام الله أي كلام عندما تقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد كلام الله لنا مالذي اشتركوا في القناة هل وصلكم أي رسول من قومنا؟ لا أبداً سعود ظهراً ومعي الطعام هل تريدنا شيئاً آخر؟ لا شكراً لن آلف حياة السبي ما حيت سمعت أن محمداً وعد زوجته وعائشة بإعطائها فرداً من سبي بني العنبر كي تعتقه ربما تكونين أنت ولماذا تعتقه؟ لأن عليها عتق رقبة من ولد إسماعيل ونحن من ولد إسماعيل نعم نحن من ولد إسماعيل وتميميات وسبايا كيف اجتمع هؤلاء الثلاثة بنا؟ أنا لا أدري موسيقى 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 المترجم للقناة 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 يا محمد المترجم للقناة المترجم للقناة يا محمد أذن لي فإن حمدي لزين وإن ذمي لشين المترجم للقناة يقول رسول الله كذبت ذلك الله تبارك وتعالى يا محمد يا محمد جئناك نفخرك فإذاً لشاعرنا نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تمصب البيع وكم قصرنا من الأحياء وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبعوا ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هوانا ثم متبعوا فننحر الكون عبطا في أرمتنا للنازلين إذا ما أنزل الشيع فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا وكانوا الرأس يقتطعوا فمن يفاخرنا في ذاك نوفده فيرجع القوم والأخبار تستمعوا إنا أبينا وما يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع قوم إذا حارسوا طروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشراعهم نفع سجية تلك منهم غير محتثة إن الخلائق فعلا شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيعوا أهدى لهم متحة قلب يوازره فيما أحب لسان حائق صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمع تبقى يا حسان ابن ثابي وشعر حسان ابن ثابي يا أبي إن هذا رجل لم أتلا لشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى من أصواتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أننا محمد الله وأشهد أننا محمد الله أشهد أننا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنت أجمل النساء في عيني حلاوة اللسان هذه ليست بغريبة على زوجي الحبيب لكني أشعر بسعادة في قسماتك هل هو الشوق؟ هو الشوق طبعا والحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وصلت لتوك لقد سمعت كلمات ليست من كلام البشر ورأيت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوني إلى شوق صحبته أسماء لقد آمنت آمنت وأسلمت لدين الإسلام وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله أسماء إني أدعوك إلى الإيمان بالله ورسوله فلا نعبد إلا الله الواحد الأحد هل سبق أن خالفت لك أمرا يا قاقى؟ أسماء هذا ليس أمرا بل هي دعوة حدثني عما رأيت من النبي الجديد وقل لي ماذا أفعل لأصير مسلمة مثلك؟ يا معشر المسلمين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحبنا في حج هذا العام يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين سيصحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج هذا العام فمن أراد الحج فليتجهز يا معشر المسلمين لا كفة يدك لماذا؟ إنها تسبح خالقها وقد جعلها الله لكم آية كيف؟ قال ربنا يا ضجدع بنت ضجدعين نقّي ما تنقّي أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشاربة النعين ولا الماء تعكّري خلواتك بنفسك تزداد يوما بعد يوم هل سأنت مني؟ أسأم الحياة ولا أسأم منك ما بك إذن؟ أفكر في عمري الذي أضعطه قبل أن أرى رسول الله هي إرادة الله والحمد لله الذي أنار قلوبنا بالإيمان قبل أن ينقضي العمر لكنني أشعر أنني أضيع ما بقي من عمري كيف؟ رسول الله في المدينة المنورة ونحن نجلس هنا نمضي وقتنا في أمور تافهة القيام بأود أسرتك والحفاظ على أهلك وحلالك أمور تافهة يمكنك أن تقوم بذلك وحدك ماذا تعلم؟ اشتقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأسافر إليه ربيك الله وعليك ربيك الله وعليك لما الحدى والنعمة ربيك الله وعليك ربيك الله وعليك أبشراكم فقد اختاركم الله أن تكون عونا لي لإبلاغ رسالته وينصرون على عدائه هل أخبرك سميق بشيء آخر؟ نعم قال لا تكون رجهتك البلقاء ولا عقرباء فهما سواء عليك بالصنعاء لكن شهر ابن بادان على صنعاء وقد اتبع دين محمد أخشى أن يثير هذا محمدا فيرسل إليه مددا ينصره هذه هذه إرادة الله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب حمهما كما ربياني صغيرا سأخرج لبعض الوقت اعتني بأمك هل علي أن أوصيك بها مرة أخرى؟ اذهب فقد أوصاب بي من هو خير منك؟ موسيقى ايها الناس انظروا الى نبي الله الاسود العنسي سيريكم بعضا من معجزاته انا اخشى ان يفتن الناس بها فهو يريهم من حياله والعيبه الخبيثة الكثير الكثير وجوده بيننا صاروا يشكلوا خطرا كبيرا ارأيتم انه يستطيع اضرام النار بنفخة واحدة من فمه ايها الناس يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا ايها الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة جاركم هذا وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم وقد بلقت فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من اعتمنه عليها وان كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ايها الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا ايها الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شعركم هذا وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم وقد بلقت فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من اعتمنه عليها وان كل ابن موضوع ولكن لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا عدو الله ذا القمار اخرج من دياري لحالا ماذا تريد يا فروة ألم يخبروك ان نبي الله الاسود العنسي يا ضيفي اتق الله يا قيس واخرج عدو الله من ديارينا قبل ان يحل منها الخراب لقد اجرته ولن اسمح لأحد بالاقتراب منه اذا سنخرج عنوى اهداء اهداءوا جميعا سنخرج من هذه الدياري بملئ ارادتنا يا قيس لقد سقر الله هذا الرجل لكي نمضي وننشر الدعوة في مكان اخر كتب على الانبياء ان يهاجروا سنهاجر كما هاجر محمد من مكة الى يثرب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الحمد لله تبدين احسن حالا الحمد لله ما خلق الله من داء الا وخلق له دواء كلام الله شفاء احسست الحادة تجري في عروقي وانا اسمع والدواء شفاكي كذلك كلام الله شفاء الروح والدواء شفاء الجسد الا يكفي كلام الله قدم رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ناقته امام المسجد وقال يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال له رسول الله اعقلها وتوكل انت السلام وانك السلام عليك يرجع السلام تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله قائلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة الشيطان ومن وسوسة الصدر ومن شتات الامر ومن شر كل ذي شر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لماذا بكى الفاروق يا ابا خمير بكاه قوله تعالى اليوم اتملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بكى حين سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال له ابكاني اننا كنا في زيادة من ديننا اما اذا كمل فانه لا يكمل شيء الا نقص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ترجمة نانسي قنقر شكرا